على هامشي قمة منتد التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ في العاصمة البيروفية أبلغ الرئيس الصيني رئيس الوزراء الياباني في أول اجتماع بينهما أن بكين تأمل أن تتعامل توكيو بشكل مناسب مع قضايا رئيسية كالتاريخ وطايوان فيما قال رئيس الوزراء الياباني أنه اتفق مع الرئيس الصيني على إقامة علاقات متبادلة المنفعة ومستقرة وأشار رئيس الوزراء اليابان إلى أنه أثار أيضا المخاوف بشأن المناورات العسكرية العدوانية المتزايدة للصين بالقرب من اليابان مؤكدا أنه أعرب للرئيس الصيني عن مخاوف جدية بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي ومتبعة للاجتماعات الجانبية على هامش أعمال هذه القمة وأهم من ذلك ما قاله الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الياباني والمتصل بالحرب المحتملة أو قرع طبور الحرب مع تايوان والدعم الأمريكي نرحب ضيطنا من بكين كبير الباحثين في مركز تايهي إينار تانجين سيد إينار كيف يمكن قراءة الرسائل الواضحة التي أطلقها الرئيس الصيني وتحذيره توكيو من أي مغامرة أو أي دعم لواشنطن والدعم الأمريكي لتايوان مرحبا الأمر الأول هو أن لابد أن ننظر إلى أن هذه القضايا هي قضايا مختلفة ومتنوعات فالصين تتحدث عن التاريخ وتتحدث عن طيوان وهذه قضايا لها تاريخ طويل من النزاع بين البلدين وبشأن هذه النقطة فإني لا أرى خطرا جاسما الآن بشأن تلك القضايا التي يتحدثون فيها ولكنهم يركزون على القضايا الاقتصادية وكيف تتصرف اليابان مع ما ينوي الرئيس سيدنال ترامب من فرض رسوم جمهورية بنسبة 10% على الصين ولكن كان سؤالي واضح وهو متصل بما تريده الصين بشكل مباشر من الجوار وتحيدا من اليابان وهناك تحذيرات مباشرة لعلاقة كوريا الشمالية مع روسيا والدور الأصيلي في هذا السياق والتحذيرات الأمريكية المتتالية من فضلك سيد أوريد منك إجابة مباشرة على هذا السؤال إذن بشأن تايوان فإن اليابان قد وقعت على اتفاقية بشأن السياسة الصينية الأحادية الجانب واليابان تسعى إلى توفير الحماية لتايوان وهذا الأمر هو خط أحمر بالنسبة للصين وأما بشأن كوريا الشمالية فالصين لها موقف من هذا الأمر فالولايات المتحدة الأمريكية الآن تدعم حربا في أوكرانيا وهذا الأمر يهدد روسيا وروسيا لها علاقات مع الصين ولكن الصين ربما لا تنخرط مباشرة في هذه الحرب فالصين تسعى إلى تحقيق السلام على نحو ما فعلته مع الفلسطينيين ومع الإيرانيين ومع المملكة العربية السعودية هذه هي الجهود التي تبذلها الصين مساعي سلمية والأمر ينطبق كذلك على موقف الصيني تجاه اليابان ذكرت الخطوط الحمراء التي رزمتها بكين أمام توكيو ولكن رئيس الوزراء الياباني أظهر مخاوف حقيقية من مناورات بكين في بحر الصين الجنوبي وهي رسائل مزدوجة إن كان لتيوان أو حتى أيضا لليابان بالنسبة للصين واليابان بشأن هذا الأمر كلاهما دولتان لهما علاقات تجارية وصلاة متصلة عبر البحر على مدى طويل ولكن كانت توجد نسبة من الضرائب أو نسبة من التعريفة الجمركية تصل إلى ثمانية عشر أو إلى أربعين بالمئة بين البلدين ولكن مثل هذه القيود الجمركية أو هذه القيود التجارية ربما لا تفيد الصين كثيرا الولايات المتحدة تسعى كذلك إلى فرض نسبة عالية تتجاوز الأربعمائة وهذا الأمر يجعل العلاقات بين هذه الدول غير مريحة في حين أن الصين تسعى إلى علاقات مفتوحة بعيدا عن التهديد بنذور الحرب أي علاقة قد تكون عليها اليوم أسماه رئيس المزراء الياباني بأنها علاقة ذات منفعة متبادلة وعلاقة مستقرة في حين لم يتم الاتفاق أو لم يتم إقناع واشنطن بهذه الشروط الصينية وضرورة توكيو لتطبيقها اليابان مرة أخرى عليها أن تحدد ما تريد أن تفعل فاليابان هي طرف بشأن هذا الأمر وعليها أن تقر هذا قبل أن يصل الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه وكذلك ما يتعلق بالصادرات الصينية وهذه التعرفة الجمهورية التي ربما تصل إلى نسبة عشر بالمئة قد تصعب الأمور بشأن العلاقات التجارية للصين وكذلك ما يتعلق بالفينتكس والتكنولوجيا المالية وغيرها من القضايا المشابهة فالعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية مرتبطة كل منها بالآخر وهذا نريد أن ننظر إلى أي مدنة سيسير الرئيس دونالد ترامب وخياراته بشأن أعضاء حكومته يركز فيها كثيرا على ما يثير الصين وعلى ما يوتر العلاقات بينه وبين الصين إينار تانجين كبير البحثين في مركز تايهي كنت معنا مباشرة عبر سكنوز عربية من العاصمة السياسية بيكين نواصل أقبالنا إذا عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتحدث باسم حملته الانتخابية كارولاين ليفث في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض وقال ترامب إن ليفث أدت عملا رائعا كمتحدثة في حملته التاريخية وإنها أثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال للغاية واستكون ليفث البالغة من العمر 27 عاما أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على خط مساعي التهديئة أكد المصادر اللبنانية ليسكاينيوز عربية أن هناك فرصة جدية للتواصل وقف لإطلاق النار في لبنان وأن واشنطن نقلت إلى مسؤولين لبنانيين رغبة إسرائيل بالتواصل إلى اتفاق مقترح أمريكي من 13 نقطة يجري الآن بحثه في لبنان مصادر لبنانية أكدت ليسكاينيوز عربية أن هناك فرصة جدية للتواصل إلى وقف لإطلاق النار وذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي نقل إلى المسؤولين اللبنانيين رغبة إسرائيل في التواصل إلى اتفاق مشيرة إلى وجود توافق بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ودعمه باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتحرك عسكريا في الجنوب مع تعزيز وتفعيل دور القوات الدولية يونيفيل من جانبه أفاد مسؤول لبناني بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب مهلة بثلاثة أيام لدراسة المقترح ونفى بري أن المقترح يتضمن حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان ونشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان وكشف بري أن المقترح يتضمن نصا غير مقبول لبنانيا وهو تشكيل لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701 تضم عددا من الدول الغربية قائلا أن لبنان متمسك بالألية الموجودة حاليا والمتمثلة في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان أما من الجانب الإسرائيلي فقالت هيئة البثل الإسرائيلية إن مشروع الاتفاق يتضمن إقرار الطرفين بأهمية القرار 1701 ويمنحها حق الدفاع عن النفس إن لازم الأمر وأضفت الهيئة أن الجيش اللبناني سيكون القوة الوحيدة بالجنوب مع قوة اليونيفيل وأن الحكومة ستشرف على بيع الأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها مشيرة إلى أنه سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام وبينما لم يصدر بعد رد رسمي لبناني أوضح مسؤولون أمريكيون لشبكة سي أن 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 عقد الاتفاق بات قريبا باعتبار رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في التوصل لصفقة عاجلا غير آجل لكن مسؤولين إسرائيليين أخبروا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنهم يعتزمون إعلان الاتفاق مع تسلم مهامه وذلك كهدية مبكرة له وتوقع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن ترامب لن يسعى إلى قلب الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وفي قراءة على الطورات الميدانية وبنود الاتفاق والمسودة الأمريكية معنا في الستوديو محرر الشؤون الإسرائيلية في إسكانيوز عربية نضال كناعنا نضال كنت تحدثت عن بنود هذا الاتفاق شرحتها بالتفصيل ولكن ما هي حظوظ اليوم بالتوصل لوقف إطلاق النار أمام الطورات الميدانية المتسارعة تجاوز الثلاثة كيلومترات في عمق أراضي اللبنانية إلى تدمير كل المحاور إن كان الأوسط الغربي أو حتى الشرقي والوصول إلى الشريط الساحلي نقول إلى الصور أولا هذا التدمير الذي تتحدث عن ما يجري في الجنوب مسح كرة كاملة عن الخارطة تهجير الضاحية وتدمير الضاحية تهجير بعلبك تهجير كل جمهور حزب الله هذا ما تريده إسرائيل لتحقيق ربما الهدف الأهم من الحرب الذي لا تتحدث عنه إسرائيل وهو الردع إسرائيل تريد أن تضمن أن حزب الله لن يعود لفتح حرب أخرى ضد إسرائيل بمعنى آخر إسرائيل تريد أن تصل إلى وضع كما في حرب عام 2006 عندما قال في حينه الأمين العام السابق سيد حسن نصر الله لو كنت أعرف أن نتائج الحرب ستكون هكذا ما كنت بدأتها يريدون أن يصلوا بنفس الموقف إلى الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم ليقول نفس الشيخ إسرائيل تريد أولا تحقيق الردع وبالنسبة لإسرائيل فلغاية الآن ولكن نسبة للدمار بين 2006 و2024 أضعاف الأضعاف هذه المرة لجهة القرى أو لجهة حتى البنية التحتية المدنية وليس فقط مخازن حزب الله طبعا لتأكيد الردع للقول بأنه إذا ما عادت مرة ثالثة سيكون أيضا الدمار مضاعف حتى عن هذه المرة وبالطبع إسرائيل تريد ضمان هدوء طويل الأمد على حدودها الشمالية إسرائيل لن تقبل مرة أخرى على الأقل أنا أتحدث هنا عن وجهة النظر الإسرائيلية أن لا أتحدث عن كيف سيكون الواقع لكن على الأقل هذا ما تريده إسرائيل تريد تهدئة تريد هدوء تريد أن تردع الجميع عن القيام بمثل ما حدث على حدودها الشمالية لكن الآن المفاوضات حضوض المفاوضات ترتبط إلى حد كبير بما يجري على الأرض يعني ما نراه من دمار كبير ما نراه من تصعيد في الأيام الأخيرة يصب على طاولة المفاوضات هنا كل طرف يريد أن يوصل للطرف الآخر والتصعيد متبادل أيضا من حزب الله كل طرف يريد أن يقول للطرف الآخر ما سيكون عليه الوضع إن استمرت الحرب حزب الله يقول بأنه سيستمر فعليا باستهداف الشمال الإسرائيلي لن يسمح بعودة السكان الإسرائيليين وأسرائيل تقول بأن الدمار قد يشمل كل ما له علاقة بحزب الله وجمهور حزب الله إذن الأمور باتت جاهزة ربما من أجل التوصل إلى اتفاق إسرائيل حققت الرادع الذي تريده والآن بالنسبة لإسرائيل من وجهة نظر إسرائيلية كل ما يمكن تحقيقه أكثر هو يزاد إلى الإنجاز الأولى معادلة على الأرض ما يحصل لمقاتلي حزب الله لبيئة حزب الله يقابله خطاب إيراني جديد علي لارجاني في بيروت يتحدث عن دور الجيش وعن دور الشعب اللبناني لم يذكر دور لحزب الله وهذه مفارقة إسماعيل بقائي منذوب إيران الدائم لدنوان المتحدة تسريبات صحفية أمريكية تحدث بأنها تلقى إيلون ماسك تهران تسارع للنفي هناك أجواء تفوضية أيضا مع ترامب ونظرة مختلفة لتهران ومصير جديد ربما لرفع العقوبات والعلاقة الجديدة طبعا هنا إيران تلعب لعبتها مع الولايات المتحدة وقضية حزب الله هي أحد الأوراق المهمة بالنسبة لإيران يعني قضية حزب الله والحرب في لبنان هي موضوعة على طاولة المفاوضات الأكبر إن صح القول وهي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أو إن صح القول حتى المحور الأكبر ليس محور حماس إيران وحزب الله وإنما محور إيران روسيا الصين الولايات المتحدة أو كما يمكن أن نقول اللعبة الكبرى وبالتالي هي قضية أيضا تضعها إيران إيران الآن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه أولا من قوات حزب الله ثانيا من سمعة حزب الله وشرعية حزب الله في لبنان إذا استمرت الحرب حزب الله قد يخسر أهم ما يملكه وهو ليس السلاح على فكرة هو قضية الشرعية في لبنان هي قضية شرعية حزب الله أمام جمهور حزب الله وإسرائيل تعي ذلك جيدا لذلك ليس صدفة أن إسرائيل تضغط على جمهور حزب الله إسرائيل تريد أن تخلق لحزب الله أزمة ثقة في الداخل اللبناني يعني بعد أن حققت إسرائيل الردع تريد تحقيق قضية الوصول إلى وضع أنه سيكون من الصعب على حزب الله استعادة ربما الموقف أو الوضع الذي كان لحزب الله قبل الحرب وبالتالي ضرب ربما هذه الشرعية أمام جمهور حزب الله أولا يعني إسرائيل تقدر بأن شرعية حزب الله تقريبا غير موجودة لدى أوصات كبيرة في لبنان لكن ما يهم إسرائيل هو الحاضنة الأكبر لحزب الله والحاضنة الأهم لحزب الله جمهور حزب الله لذا إسرائيل تستمر في ضرب هذه الشرعية تستمر في الضغط على جمهور حزب الله وهي ضمن الحرب النفسية الأكبر يبقى تجوز قواعد الشباك في مناطق طواجد اليونفل هذا ما حصل منذ ساعات تبعناها أيضا مع سلمان على الأرض معادلة جديدة تفرضها بن يمين نتنياهو والجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع كان سبق أن تبعنا التحذيرات بشأن استهداف مواقع اليونفل يتكرر هذا المشهد اليوم طبعا أولا فيما يتعلق بوزير الدفاع الإسرائيلي جديد نتنياهو هو وزير الدفاع وإسرائيل كابس هو يمثل نتنياهو المؤتمر بأمر نتنياهو في وزارة الدفاع الإسرائيلية نتنياهو تخلص من جلانت لأن جلانت كان تهديد سياسي لنتنياهو أولا ما كان يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة لذا كان نتنياهو تخلص منه إذن وزير الدفاع الحالي هو نتنياهو وما يحدث هو بأوامر مباشرة من نتنياهو ضرب قوات اليونفل للقول بأن قوات اليونفل أولا عائق أمام إسرائيل ثم القول بأنها ضعيفة ولا تستطيع تأدية الدور المراد منها على الأقل الآن والدور الأهم المتوقع من قوات اليونفل مستقبلا هذه رسالة بأن إسرائيل تريد قوات أقوى على الحدود مع لبنان من أجل ضمان كما قلنا عدم عودة حزب الله هذا ما يهم لإسرائيل ليس فقط أمنيا لكن لأن عودة حزب الله على الأقل العودة الظاهرة إلى منطقة الحدود ستكون بالنسبة لنتنياهو بمثابة خسارة سياسية لأن نتنياهو يسوق كل هذه الحرب أنها من أجل إبعاد حزب الله وجلب الأمان للسكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية لذا هو مهتم جدا بما هو ظاهر بما سيظهر للعالم بما سيظهر للسكان الإسرائيليين على المناطق الحدودية يريد قوات يونيفل جديدة معززة وإذا كانت هناك قوات أخرى سيكون هذا أفضل بكثير بالنسبة لنتنياهو اختفاء حزب الله عن الأنظار هذا مهم لذا هو يعمل بهذه الطريقة زرع الدمار هو من أجل كما قلنا كي الوعي لدى جمهور حزب الله ولدى الجميع عندما مثلا ضربت إسرائيل ميناء الحديدة قالت كل الشرق الأوسط يرى الآن مع تدمير قرى الجنوب تريد إسرائيل أن توصل رسالة للجميع تعرف بأن كل الشرق الأوسط يرى وهذه رسالة مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل وهي رسالة أيضا مثلا موجهة للنظام السوري الآن إسرائيل لا تضرب النظام السوري تضرب تقصف في الأراضي السورية لكنها تريد إيصال رسالة للنظام السوري بأن ما يحدث في يوبيل حصل في السابق المفاوض الروسي أيضا يتقل على هذا الخط مع الحكومة السورية ولكن أعود معك إلى الرغبة الإسرائيلية اجتداد المعارق قبل الذهاب إلى وقف إطلاق النار أو التسوية معادلة داخلية إسرائيلية وكبت كل المحطات في هذه الحروب لبن يمين نتنياهو لا يريد وقف الحرب ولكنه مرغم أيضا مع الإدارة الأمريكية الجديدة كيف ستكون المعادلة الداخلية لدى بنيمين نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بمواجهة نتائج السابع من أكتوبر حرب غزة وحرب لبنان الثالثة أولا بالنسبة لنتنياهو داخليا الآن نتنياهو مرتاح إلى حد كبير يعني الاعتراضات على الحرب باتت في الحد الأدنى الاحتجاجات باتت في الحد الأدنى لكن نتنياهو يواجه الآن هجوم على أكثر من صعيد يواجه هجوم مثلا على عقر دار نتنياهو اتهامات بالفساد وبالتسريب الأمني وبقضايا أمنية حتى داخل مكتب نتنياهو ونتنياهو يعي ذلك جيدا نتنياهو الآن رفض مثلا طلبه من أجل تأجيل محاكمته وشهادته أمام المحكمة لذا نتنياهو يريد استمرار الحرب لكن السؤال أي حرب بالنسبة لنتنياهو حرب صغيرة في غزة تكفيه من أجل تحقيق هذه الأهداف لكنه لا يريد حرب كبرى في لبنان لأن هذا قد يعطي ربما نتائج معاكسة تعمل ضد نتنياهو وبالتالي نتنياهو قد يتخلص من حرب لبنان قد يرضي المجتمع الدولي قد يرضي الرئيس ترامب بوقف الحرب لكن سيستمر في حربه الصغيرة التي تؤدي المهمة السياسية منها وهي الحرب في قطاع غزة لذلك نتنياهو مستمر قد يذهب نتنياهو إلى انتخابات لأن نتنياهو يشعر بأنه مرتاح إلى حد ما لغاية الآن استطلاعات الرأي في إسرائيل لا تعطي نتنياهو فوزا كاملا لكن الأهم أنها لا تعطي أيضا للمعارضة فوز وجود الأحزاب العربية كبيضة قبان في المنتصف ربما تكون مريحة بالنسبة لنتنياهو ثانيا نتنياهو حقق من وجهة نظره ومن وجهة نظر حقيقة الكثير من الإسرائيليين ما جرى في غزة ما فعله نتنياهو في لبنان الضربة لإيران الضربات لسوريا وبالتالي لديه رصيد عسكري يستطيع أن يذهب به إلى انتخابات ثم أن فوز الرئيس ترامب هو يساعد نتنياهو جدا في الذهاب إلى انتخابات نتنياهو يستطيع القول أنا المرشح الوحيد أنا الشخص الوحيد في إسرائيل القادر على التواصل مع الرئيس ترامب القادر على أخذ ما يمكن من الرئيس ترامب ونتنياهو يستعمل ذلك في السابق ورأينا في الانتخابات السابقة هدايا ترامب لنتنياهو الاعتراف بضم الجولان الاعتراف بضم القدس نقل الصفارة وبالتالي نتنياهو يستطيع أن يذهب فقط حتى على دعاية أنه القادر على التواصل مع ترامب إلى انتخابات ستكون مريحة له ربما لغاية الآن نتنياهو يحاول تأجيل الانتخابات قدر الإمكان لكن إن اضطر نتنياهو فالوضع مريح إلى حد كبير بالنسبة لنتنياهو على الأقل وضع نتنياهو الآن أفضل بمائة مرة عما كان عليه في السابع من أكتوبر أشكرك جزيلا شكر طبعا استكون معنا من هنا من أبوظبي من ستوديوهات سكاينيوز عربية مع كثير من قراءات التحليلية ورؤية سياسية لمستقبل هذه الحروب نضلك ناعنا محرر شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية